لماذا فبقينا جميل علينا البيمنت سيقال My snacks وإذا فرتنا على الديكير sign في الأرض حسنا لو تعينا وإخراج ال Home سنجiction ضي профتغي باللغة من اللوكال هوست كما يتحدث عن احضر �اي الكام من خلال الوكال هوست. هذا اشي طبيعي في حالة اني انا اشغل انترنل هوست. يعني اعمل رن زي ما عملنا من شوي والسيرفس تتواصل مع بعض. هذا اشي طبيعي وما فيه اي مشاكل. لكن داخل الدكر هذا الاشي مش ممكن. واذا شغلناه في الطريقة هاي فعليا المايكرو سيرفس مش راح تشوف بعض راح يعطيني انه مش قادر يعمل ليتش للوكال هوست. طيب احنا كيف ممكن نحل الموضوع بكل بساطة ممكن نحل الموضوع باستخدام host.docker.intermal لكن هنا بنا نعرف شغله اذا احنا عملناه في الطريقة هاي واجينا نشغله لوكالي وعملنا تست لوكالي ما رح يشتغل معنا طيب شو الحل الحل من يجي نعمل لهذا الحكي كوبي ومن يجي نعمله كلاود تمام طبعا هذا الطريقة اللي انا بحكي لك اياها الشركات البروفشنال بتشتغلها تمام والافضل اني انا اجمع كل الاشياء الكمن بين بعض واحطهم بابليكيشن عادي واعمل كمان ابليكيشن ثاني مثلا الابلكيشن الثاني اسمي لوكال اوكي اسمي لوكال طب الابليكيشن هذا شو بدي يعمل هذا الابليكيشن بدي يحتوي على الاشياء الكمن زي مثلا الكممنيكيشن مع الداتابيس الامور هاي 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 الطريقة الافضل لكن احنا في السيناريو تبعنا يعني ما في غير عندي وانت لما تفهم الفكرة راح تفهم انه الموضوع جدا بسيط ومش محتاج يعني تعقيدات طيب نيجيها نحكي له host.docker.internal طبعا هذا الحكي هو بيفهم الدكر لحاله تمام الدكر هو بفهم هذا الحكي لحاله لانه الدكر بالنهاية راح يترجمه لكونتينره تمام بديش ادخل لك بتفاصيل بس بدل ال localhost لازم نحطها تمام طيب بعد ما خلصنا الحركة هاي بدنا نعمل build للامج باجي هنا بحكي له دكر build طبعا انا بقدر احكي له مباشرة هيك ويعطيني image مو يعمل لي image or random name انا هذا الاشي ما بدي ايا فشو بعمل له بعطيه hyphen t يعني hyphen t dash t وبحكي له هانا بدي اسم ال image اللي انا بدي اشتل عليها فهانا شو بحكي له payment payment مثلا اه image او payment service image اللي بدك ايا لكن payment img انا دي اسمنيها لكن في شغلة مهمة لازم اعمل له clean عشان انظف ال target لانه هو بالنهاية الدكر راح ياخذ من ال target هاي راح عندي وبعمل له install طبعا قبل ما اعمل له build لازم اتاكد انه صار في عندي jr file جديد عشان ااخذ jr file جديد واشتل عليه تمام بعد ما خلص عندي build باجي دعم له build طبعا بالنهاية لازم احط له space dot لازم بعدين بعمل له enter هانا راح يصير يعمل عندي build لل image واذا بتلاحظوا اول مرة اخذ وقت طويل تاني مرة بسرعة ليش لانه نزل عندي دكر هاي فايل نزلها عندي لوكالي تمام طب في شغلة احنا اغلطناها ولازم نعدلها على الدكر فايل ايش هي هانا بدي احط له جنب جار فايل دعمل له d spring dot profiles dot active وهنا ايش بحكي له كلاود تمام طب شو يعني هاي الكلاود الكلاود هاي لو اجينا احنا نشغل الموضوع مثلا لوكالي هان بالبيمنت جار اه بحكي له java dash jar d spring dot profiles dot active وهانا يا عندي خيرين يا بعطي اه الكلاود او اذا عندي اشي تاني مثلا خلينا من له لوكال تمام عندي لوكال فهانا اذا عندي لوكال على سبيل المثال وهي خلينا نغيرها ل لوكال هوست هذا بحالة لوكال يعني بس عشان احنا نفهم المثال اكثر وليش احنا عملنا هاي الحركة نيجي على عليها هانا نحكي له ايش بدي ايا لوكال كمام وبعدها نبعطي اسم jar file اللي هو البيمنت اه طبعا احنا هانا مش بالاعفوان خلان ناخذ هيكو بي ونفوت على التاركت هو بالتاركت احنا لازم اعملنا هذا الحكي نعمل cmd نعيده من اول طيب java jar d spring spring dot profiles dot active equal local هانا بحط له البيمنت jar file تمام وشوفوا هسا عندي لما يشتغل شو الملاحظة اللي نلاحظها لما يشتغل عندي هان راح نلاحظ شغله شوفوا اللي راح يعطيني اياه هاي هاي انه the following one profile as is active يعني شغل لبروفايل هذا تمام طب خليه كمل الاخر وعشان اوريلكم ملاحظة بسيطة اه اذا منشوف لما يجي يعمل discovery مع اليوريكا راح يعطيني local الموضوع جدا طبيعي تمام لما يجي يعمل discovery مع اليوريكا هان طبعا هو ضرب لانه اليوركا مش شغالي عندي تمام بس احنا نلاحظه نعطاني local اوكي طيب لو اجينا نغيرنا الموضوع وحطينا بدل local حطينا cloud حطينا هانا cloud تمام لو عملنا execute الها اول اشي لاحظنا هان اعطاني ايش انه one following cloud ان البروفايل الاكتبه cloud طيب خليه يشتغل للنهاية هان برضه راح يعطيني ارر ثاني بس لنشوف احنا شو الارر راح يعطيني اياه وليش المغزى كل الاشي اللي احنا عملنا هان شوفوا شو عطاني غير لي communication تمام فان عشان ما اخربط الدنيا فعندي بعمل بالعادي local وبالعادي بعمل عندي cloud فالlocal اني انا بستعمله بالlocal عندي وبالكلاود بستعمله في حالة الكلاود فانا هانا شو بدي حكيلو بالدوكر فايل بدي تعمل الكلاود تمام طيب خلينا نعمل الريبلد للامج طبعا لازم نحذف الامج هنا لازم نعملها ريموف للامج آآ ابيمند آي ام جي اه هيا عملناها لريموف خلينا نعملها بلد من اول وجديد طبعا في كمان شغلة غلطناها احنا لازم نعمله اهم ينستوال من جديد تمام لان عشان ياخذر فايل بالاعدادات الجديد اللي احنا عملناها اللي هى هاي نعمل remove للمجهان نعملنا للمجهان دعنا نعمل له build من جديد نعمل نشغل نعمل نشغل المجهان انا اول شي احكي له a---rm تمام يعني انه احذفها بعد ما نخلص للمجهان انا ايش بحكي له بيعطيه البورت اللي انا بدي اشغله عليها طبعا ايش البورت اللي نشغله اللي نشغل السيربس عليها 3000 فهنا بحكي له 3000 وهنا بحكي له كبان مرة 3000 تمام يعني بورت الداخل والخارج يكون 3000 طيب هنا كبان شو بحكي له هايفن هايفن نام باجي بعطيه اسم للكنتينر على سبيل المثال بعطيه بيمنت كنتينر اه وهنا بحكي له الامج شو الامج اللي دا شغله عليه بيمنت اي ام جي تمام خلصنا هيك خليني نعمل طبعا هنا طلع لي ارور ليش لانه انا لازم اعطيه بالطريقة هاي يعني انا قبل شي اغلطت لازم اعطيه بالطريقة هاي لانه باخده كبراميترز بحطه وره بعض تمام اه خلينا نعمل الموف كمان مرة الامج نرجى نعمل انستول بعد ما خلصنا بلد للامج خلينا نعمل اه بعد ما خلصنا انستول للميفن خلينا نعمله بلد للامج عملنا له بلد خلينا نرجع نشغلها من جديد تمام هنا منلاحظ انه الكلاود عندي اشتغل تمام فالامور عندي تمام طيب بس هسا كيفنا نعرف ان شغلنا اموره تمام كيفنا نعرف ان احنا شغالين وامورنا تمام وما في اي مشاكل معنا طب نيجى على اليور الكاب ونعمل دوكر فايل طبعا انا عامل دوكر فايل من قبل هام ومنضيف البكيجنج في البومدات اكسامل ومنعمل ريلوود للبريجكت تمام؟ والشغل الثاني نعملها نعمل كوبي من اليام الفايل نسميه كلاود طبعا متن نعمل هذا الاشي بحالة انه كان في عندي يكون للكلاود يعني زي هاي مثلا بعملو host.docker.internal تمام؟ بروح اسا بعملو ايش؟ install بالنسبة للدوكر فايل عفوا بالنسبة للدوكر فايل قبل ما نعمل install لازم نعمل شغلة مهمة نيجي نضيف هنا d spring.profiles.active.cloud كلاود تمام؟ خلينا نعمل install من جديد طبعا نستنى على يا عبا ما يخلص install عندي هان خلص عندي نيجي نعملو build بحكي له docker build هانا بحكي له ايش بدي اعملو eureka server img وبعطي dot بالنهاية طيب هاي خلص عندي docker الامج هاي بدي اجي اشغلها تمام؟ بحكي له docker run hyphen hyphen remove بعدها بحكي له board كم عندنا نفس الاشي 8761 8761 تمام؟ بعدها بحكي له name اذا طبعا دسمي الكنتينر ومش شرق مش شرق اساسي يعني اني اسمي الكنتينر هانا بحكي له yurica container بعدها بعطيه الامج بالنهاية اللي هي yurica server img تمام؟ اللي انا عملتها بعمله run هانا رح نلاقي انه الكلاود بروفايل يشتغل عندي تمام؟ المفروض لو اجي على yurica هان اشغله انه يشتغل مع yurica تمام هاي يشتغل واعطاني كمان انه في عندي payment service واعطاني انه في لها بس بورت واحد طب شوفوا الفرق الواضح بين الامج والكنتينر لو اجينا اخذنا نفس الطريقة اللي شغلنا فيها payment يعني لو اجينا شغل الطريقة اللي اخذنا شغلنا فيها payment اللي هي هاي تمام؟ رحنا نشغل كونتينر جديد لكن هاي المرة ما بدي شغله على 3000 طبان هذا البورت الخارجي بشغله على 30000 واحد وهنا بدي شغله على 30000 واحد خلينا نحكي له بدي شغله 30000 واحد 30000 واحد تمام؟ هاي بحكي لي انه الامج ما بتقدر تعملها لانك عامل كونتينر نيم فبشغله في الطريقة هاي تمام؟ هانا اذا منلاحظ رح يصير في عندي two instances هسا كمان شوي رح يبين عندي انه فيه instance ثانية للبيمنت هاي اعطاني انه في two instances للبيمنت شغلين عندي تمام؟ طيب هاي يعني شوف الدكار احنا ما اضطر لان نعمل new project نشغل البروجكت الجديد الى آخرة